أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سيد والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنثر قوما ما أنثر آباؤهم فهم قافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغفالا فهي إلى الأذقال فهم مقمعون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن قلبهم سدا فأغفيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشته بمغفرة وأجر كريم إنا نحن 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 الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه فيه إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنكم إلا بشر مرسلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنكم إلا تكفئون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمؤسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكركم بل أنكم قوم مستفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر الله تبني عني شفاعتهم شيئا ولا ينفذون إني إذا لفي طلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل تقل الجنة قال يا ليت قوم يعتدون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من تنذ من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهدئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرفعون وإن كل لما جميع لدينا مخترون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأسواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعتمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مؤلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يستعون وآية لهم أنا حملنا ذكيتهم في الفلك المشعون وقلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريق لهم ولا هم ينقذلون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل له متقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترهمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها مغفظين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنكم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأكدهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يطيعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا غيلنا من بعثنا من مرضتنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مرحبون فاليوم لا تطلب نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأسواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجربون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم الذي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكتبون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أطلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمستا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا بضيا ولا يغفعون ومن نعمره ننكسه في القلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينفر من كان حيا ويحط القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالك وذللناها لهم فمنها غتوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم كنتم منصرون فلا يحتن كقولهم إنا نعلم ما يسرون وما يؤمنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العطاب وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخطر نارا فإذا أنكم منه تهجدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق ميتهم فلا وهو القلاة العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وترجمة نانسي قنقر